يعد تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي أحد القطاعات ذات الأولوية في مملكة البحرين والذي يأتي تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي ستسهم بدورها في تعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين الاقتصادية استراتيجية تأتي ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطة التعافي الاقتصادي بهدف تنمية القطاعات الانتاجية والخدمية والاقتصادية والوصول لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي جاءت أيضاً لتعزز من دور التجارة الإلكترونية بما يصب في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاقتصاد الرقمي وذلك عبر تعزيز دور التجارة الإلكترونية كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى خلق بيئة متكاملة للتجارة الإلكترونية وجعل مملكة البحرين المركز المفضل للتجارة الإلكترونية في المنطقة عبر تطوير السياسات والأطر التنظيمية وتحسين ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مبادرات عدة تم إطلاقها على هذا الصعيد والتي تمثلت في إطلاق المجمع الإلكتروني مول.PH ووضع معايير لاستخطاب الشركات العالمية لنشاط البيع عبر الإنترنت وإدراج نشاط البيع عبر الإنترنت ضمن برنامج سجلي فضلا عن تعريف السوق الإلكتروني e-marketplace ضمن الأنشطة التجارية وتنظيم مؤتمر التجارة الإلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المبادرات التي تسهم في تنشيط الحركة التجارية الإلكترونية بما يضمن مواصلة تحقيق التقدم والازدهار لمملكة البحرين ويلبي تطلعات المواطن الذي يعد أساسا رئيسا لمحور عمليات التنمية ترجمة نانسي قنقر